اشتركوا في القناة اليوم الجمعة 22 شتنبر 2023 المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز وحسب ما أكده عضو المجلس الإدارية الحسين اليمني فقد قرر المجلس بإجماع أعضائه المساهمة في صندوق زلزال الحوز والنواحي بمبلغ 500 مليون درهم ونقض اليوم الجمعة 22 شتنبر 2023 بالدار البيضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادي أفتاح العلوي والذي تم فيه استعراض أهم المنجزات التي حققها الصندوق خلال سنة 2022